وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن يتم البدء سريعا خلال الأيام المقبلة في تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير وخلال اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف شدد مدبولي على ضرورة أن يظهر المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به في أبهى صورة مع قرب الافتتاح كما شهد الاجتماع استعراض المخطط العام لتطوير المناطق المحددة بطريقي مصر الإسكندرية الصحراوي ومصر الفيوم وأنواع وتصميمات التشجير بهما